برفعة يد بسيطة يعجز المجتمع الدولي عن التحرك بشأن قضية عاجلة تهدد الأمن والسلم الدوليين حق النقط أو الفيتو الذي يمنحه ميساق الأمم المتحدة لخمس دول دائمة العضوية في مجلس هي الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا هذا الحق وغيره من الترتيبات الأممية كانت مصدراً دائماً للانتقادات الدولية والمطالبات بتوسيع المجلس وإصلاحه للتعامل مع التطورات التي شهدها العالم منذ تأسيس المنظمة الدولية الملف يعود للواجهة مع بدء اجتماعات الدورة السابعة والسبعين لجمعية عامة للأمم المتحدة وسط أزمة عالمية غير مسبوقة خلقتها الحرب في أوكرانيا الجديد هذه المرة هو دعم أمريكي غير مسبوقة لدعوات إصلاح المنظمة الدولية فالولايات المتحدة ضاقت ذرعاً من سلطة الفيتو التي تتمتع بها روسيا وتسعى لإصلاح مجلس الأمن وتوسيع عضوية المجلس الذي يضم 15 بلداً مندوبة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد ترى أن الدول الخمس دائمة العضوية التي تتمتع بحق الفيتو تتحمل مسؤولية خاصة في المحافظة على معايير الأمم المتحدة جرينفيلد أوضحت أن واشنطن استخدمت حق النقض أربع مرات فقط منذ عام 2009 مقارنة مع استخدام روسيا لهذا الحق 26 مرة علينا أن لا ندافع عن وضع قائم عفى عليه الزمن وغير مستدام يتعين علينا بدلاً من ذلك إبداء مرونة ورغبة في التوصل إلى تسوية خدمة للمصداقية والشرعية أي عضو دائم يستخدم الفيتو للدفاع عن أعمال العدوان التي يقوم بها يخسر السلطة الأخلاقية وتتوجب محاسبته ورغم الأحداث والتغيرات الجيوسياسية التي شهدها العالم منذ تأسيس مجلس الأمن عام 1945 يشهد المجلس محاولات ومطالبات إصلاح دائمة إلا أنها تصطدم بتباين الرؤى بين الدول الأعضاء خاصة أن البلدين الأكثر تحسساً من فكرة إصلاح المجلس هما روسيا والصين اللذان لطالما انتقادا تصريحات الأمريكية بهذا الشأن ملوك الشيخ العربية